السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم نجلاء الحميدي انه هلتا هنعمل مع بعض كيكة موس التوت البري او البلو بيري او المارت بالكيك بالجليز الرخامي اللامع احنا بنسميها كيكة المرايا لانها بتعكس الاضواء كده او الشكل زي ما حضراتكم شايفين وانا عملت معايا شكلين اه بينكو بيربل ومعايا الشكل ده كنت عاملاه من فترة والمقدير بتاعتها سهلة جدا وآآ بسيطة وهنقول على المقدير بتاعتنا مع بعض اول حاجة هنقول على مقدير الجليز بتاعنا انا هنا معايا مية وخمسين جرام من الشكرات البيضة وقطعتهم قطعة صغيرة ومعايا كمان مية وخمسين جرام من السكر الابيض ومعايا تلات معالق من الميا وعشرة جرام جيلاتين ومعايا مية وخمسين جرام من اللبن مكسف ومية وخمسة وعشرين ملي من المية ومعي اي لون حضرتك بتحبي انا هحط اهوان المية وخمسين جرام من السكر وهنزل عليهم ب مية وخمسة وعشرين جرام من المية وهنزل عليهم بالحليب المكسف وهحطوهم على النار ياخدوا غلوة كده بسرعة لحدا من السكر يدوب وهشيلهم تاني ومعي العشرة جرام جيلاتين او معلقة جيلاتين عليهم ست معالق من المية وهدوبهم انا مع بعضا قبل كده اللبن المكسف وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف وانا دوبت الجيلاتين هحطوه بقى على الخليط بتاعنا على الجليز بتاعنا اهو وهنزل عليهم بالشوكولاتة ولو قلبتوهم كده هتسيح معايا بسرعة او تدربيهم بالهند بلندر او في الخلاط وبعد كده هحط اللون اللي انا بحبه وقلبتو كويس معايا صفيتو علشان يبقى ناعم معايا وبعد كده هنقول على اه كده احنا عملنا الجليز وخلصناه وبعد كده انا صفيتو هنا وبعد كده هنقول بقى على مقادير الموس بتاعنا انا جبت معايا متين جرام من التوت البارلي وحطيت عليهم نص كوباية من السكر وانزلت بيهم على النار اهو عملتوهم مربع وبعد كده جبتو انا وضربتو كويس وصفيتو اخدت السوس بتاعي السوس منه علشان يبقى ناعم معايا في الموس اهو زي ما حدقكم شايفين شكله ومعايا كوباية اهو ده السوس التوت معايا متين جرام من الكريمة انا معايا معلقة اه جيلاتين وحطيت عليهم ثلاث معالق من المية ودوبتوهم كويس ومعايا متين جرام من الكريم بتاعنا وحطيت عليهم ثلاث كوبايات من اللبن السائع جدا وضربتوهم معايا وبعد كده لما الجيلاتين بتاعي ده نزلت به هنا مربة التوت ممكن تستخدمي مربة التوت طبعا ودوبهم في معلقتين ثلاثة من المية الدافية هتبقى نفس بالضبط السوس بتاعنا لان هي كده كده مربة اخدت انا حطيت الجيلاتين على السوس واخدت معايا معلقتين من الكريمة وحطيت عليهم طبعا لان الجيلاتين بيبقى دافي انا سيحته في الميكرويف علشان ما يبوصش معانا الكريمة حطتهم الاول في ثلاث معالق وبعد كده خطي الخليط كله ونزلت بيها الكريمة وضربتها وده شكلها اهو بقى مدي معانا الشكل الموف كده جبت معايا انا الكيك بتاعنا طبعا احنا عملنا الكيك الاسفنجي مع بعضا قبل كده بطريقتين هنزلهم لكم في صندوق الوصف جبت معايا انا السنية المفتوحة وحطيت عليها كده اه في الار بتاعها معلقتين كده من الكريم شنطة عشان يمسك معايا الكيك بتاعي وجبت انا معلقتين ثلاثة من المربة وحطيت عليهم كده معلقتين مية دافية علشان يسيحوا معايا وحطتهم على الكيك عشان يدوا يد الكيك معايا تراوة ممكن تحمليها الخطوة دي باللبن مع شوية سكر علشان بس تدي تراوة او شربات اي حاجة تدي تراوة وانزلت انا بنص الموس بتاعي وسويته كده كويس في الصينية وانزلت بباقي الكيكا بتاعتي وحطيت عليها باقي المربة وهنزل انا بباقي الموس بتاعنا حضرتك ممكن تستخدمي على فكرة تعملها كيكة موس فراولة وكيكة موس تين اي حاجة حضرتك بتحبيها مش شرط يعني آآ التوت وانزلت بباقي الموس بتاعي موس التوت وسويته انا كويس جدا في الصينية وبعد كده انا سويته اهو معايا وهحطه في الديب فريزر هيبات معايا ليلة كاملة وهاشتغل بيه بقى تاني يوم بالجليز بتاعنا انا حطيته في الديب فريزر ليلة كاملة وده طبعا الكيكة الباقية ممكن تعملي بها كيك بوبس مش هتخسر معاكي انا بعد ما حطيته ليلة كاملة في الديب فريزر خرجته من الصينية وسويته كويس معايا بالسباتيولة او بسكينة او اي قطاعة عندك وانزلت بالجليز اللي احنا عملناه مع بعض اهو شايفين هو عكس معايا الضوء مبين اهو الفيش اهي اللي انا حطى فيها الاضاءة بتاعتي بين اهو في الجليز علشان كده اسمها كيك المرايا بالجليز اللامع ده الجليز اهو من غير العسل الجلوكوز ونجحة جدا وخطواتها جميلة انا اخدت معايا طبعا معلقتين من الجليز الابيض قبل ما حط عليه اللون وعملت به شكل كده على الكيكة كشكل كده يديها شكل ممكن تحط عليها بقى اه تزينيها تحط عليها كده على شوكولاتة اه كشكل كده رفيع وكده خلصت معانا الماربل كيك او المروار الروخامي بالجليز اللامع وده شكلها لما تقطعت وده كمان شكلها من الداخل ويا رب تكون الحلقة عجبتكم ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب مع تحياتي نجلاء الحميد